السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن علامات الحمل في الشهر السامن يلاحظ حدوث العديد من التغيرات على جسم الحمل في الشهر السامن نبين فيما يأتي أهم تلك الأعراض والعلامات 1. صعوبة التنفس قد تشعر الحمل بصعوبة التنفس مع تطور الحمل ووصوله إلى مراحل متقدمة وقد يكون ذلك مصاحبا للقيام ببعض المهام الروتينية كصعود الدرج وعادة ما يربط الأطباء هذا العرض مع حقيقة أن النمو الرحم في هذه المرحلة يتسبب بدفعه إلى الأعلى نحو الرئتين مما يجعل عملية التنفس أكثر صعوبة الدوالي الوريدية يعتبر ظهور الدوالي الوريدية من الأعراض الشائعة أثناء الحمل وتكون في العادة غير ضرة وتظهر بسبب ضغط الرحم على الوريد الكبير الذي يحمل الدم من القدمين والساقين إلى القلب مما يفسر ظهور الدوالي في الساقين في الغالب وقد تشعر الحمل بأعراض أخرى في منطقة الدوالي الوريدية بما يتضمن الحكة والإنزعاج والألم البواسير تعتبر البواسير بنوع من أنواع الدوالي الوريدية وتظهر كانتفاق في الأوريدة الموجودة في منطقة الشرق والمستقيم وتعد من الأعراض الشائعة خلال الحمل وتحديدا أثناء السلس الأخير منه والتي قد تكون مصحوبة بالألم أو الشعور بالحكة وقد تؤدي إلى النزيف خاصة أثناء أو بعد حركة الأمعاء والتبرز علامات التمدد تعرف علامات التمدد على أنها خطوط شريطية رفيعة تظهر على سطح الجلد باللون يتراوح بين الزهري والأرجواني وعادة ما تظهر مع تقدم الحمل في مناطق مختلفة من الجسم مثل المعدة أو أعلى الفقزين أو السديين وبما أن الجلد الموجود في منطقة المعدة يتمدد في الأشهر السلاسة الأخيرة من الحمل لتوفير مساحة مناسبة للمو الجنين داخل الرحم وهذا ما يفسر شيوع ظهورها خلال هذه الفترة تقلصات براكستون هيكس تعرف تقلصات براكستون هيكس بالمخاض الكاذب وتعبر عن آلام المماثلة لآلام المخاض والتي تشعر بها الحامل قبل حدوث المخاض الحقيقي ولكنها لا تعني بدء عملية الولادة أو قرب بدءه وتختلف تقلصات براكستون هيكس عن المخاض الحقيقي بمجموعة من الصفات المميزة لها نذكر أبرزها فيما يلي عدم تسأبوها بالآلام الشديد وعدم تتبعها نمطا منتظما وعدم موجود فترات زمنية قصيرة تفصل بين كل انقباضة منها والتي تليها وعدم استمرار مدة الانقباضة الكاذبة لفترة طويلة وبعض الأعراض الأخرى مثل حرقة المعدة والإمساك والشعور بالآلام في منطقة العانة أو الجزء الداخلي من الصاقين واحتباس السوائل في الجسم وانتفاخ الأطراف في نهاية الفيديو لا أعجبكم ياريت تدعموا لايك وكومنت وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناة الصحة والمطبخ